الانتخابات المبكرة في العراق إحدى نتائج الحراك الشعبي الذي انطلق في تشرين الأول عام 2019 المطالب بتغيير قانون الانتخابات ورحيل الطبقة الحاكمة الفاسدة ونظامها السياسي القائم على المحاصصة الذي يتمسك بالسلطة منذ عام 2003 إلا أن الأحزاب الحاكمة التي تتنافس لإعادة التموضع سياسيا وتحصين وجودها الذي هزته الاحتجاجات الشعبية تسعى مجددا من خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في السادس من شهر حزيران عام 2021 لإعادة إنتاج منظومة فاسدة اختبر العراقيون فشلها الذي لا تزال تداعياته الكارثية تلحقهم في جميع مناحي الحياة الحقيقة التي بات العراقيون يدركونها أن الانتخابات المبكرة هذه لم تأتي لحل المعضلات القائمة التي دفعتهم للتظاهر والاعتصام في الساحات والشوارع بل وسيلة لإنقاذ هذا النظام بمسمياته الوطنية والطائفية كما يبدو جليا أن تأكيد رئيس الحكومة الحالي على الانتخابات المبكرة جاء للاستهلاك المحلي ولإطالة عمر حكومته المؤقتة بدعوة تحضير لهذه الانتخابات ويبدو واضحا أن أجراء انتخابات حرة ونزيها في العراق هو أمر أقرب إلى الخيال حيث أن هناك تحديات ومعوقات عديدة تحول دون تحقيق ذلك أهمها أن الكتل والأحزاب الحاكمة لا ترغب بإجرائها وتفضل بقاء الوضع على ما هو عليه لحين استكمال الدورة الحالية لمجلس النواب عام 2022 إذ إن هذه الكتل والأحزاب تتمتع بنفوذ سياسي ومكاسب لا تريد التفريط فيها كذلك يشكل عدم استكمال قانون الانتخابات في مجلس النواب سببا من الأسباب التي قد تحول دون إجراء هذه الانتخابات فبعد مناقشات مطولة لم تتوصل الكتل والأحزاب إلى أي حلول نهائية بشأن هذا القانون وأهم الخلافات بينهم تدور حول ملحق القانون الانتخابي الذي يحدد الدوائر الانتخابية في عموم المحافظات وآلية توزيع المقاعد فيها واعتماد الدائرة الواحدة لكل محافظة أو تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة كما أن الدستور الحالي يوجب حل مجلس النواب قبل إجراء أي انتخابات مبكرة ولا يمكن ذلك إلا بتصويت ثلثي أعضائه وكما يعرف العراقيون فلا أحد من أعضاء المجلس يريد التفريط بامتيازاته خصوصا أن أغلبيتهم وصلوا إليه بالتزوير أو التزكية كذلك يحول الاختلال في نصاب المحكمات الاتحادية دون إجراء الانتخابات بسبب إحالة أحد قضاتها التسعة على التقاعد وعدم وضوح آلية قانونية لتعويضه بسبب نزاع المحكمة مع مجلس القضاء العلى الأمر الذي يقف عائقا أمام المصادقة على نتائج الانتخابات وفي ظل الضائقة المالية للحكومة فإن عدم توفر التخصيصات المالية لمفوضية الانتخابات سيكون من الأسباب المعرقلة لإجراء الانتخابات في موعدها ومن أكبر العقبات أمام إجراء انتخابات مبكرة نزيهة معترف بها هي ضغوطات الميليشيات المسلحة على الناخبين والسلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة الذي يهدد مجمل العملية الانتخابية ترجمة نانسي قنقر